لقراءة وتحليل مضامين الخطاب البلكي يحضر معنا في الستوديو المحلل السياسي للقناة السيد عبد الحميد جمهري سيد جمهري أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا شكرا يعني عندما نقول قراءة لمضامين الخطاب لا نعني بذلك أن هناك ما هو مبطن أو غير واضح في المضامين فالخطاب كما تابعنا جاء بلغة مباشرة واضحة وبرسائل واضحة أيضا من المؤكد أن فيه الوضوح فيه الجرأة وفيه التقى والتطمين هذه رسالة داخلية أيضا كانت فيه ثلاث مقدمات أساسية أو عنوين كبرى الأولى وهو مغربية صحراء وجلالة الملك لم يعود إلى 46 سنة من ذكرى المسيرة لكي يتحدث عن هذا الموضوع بل خاصة بالذكر الأشهر الأخيرة وكان لافتا جدا ومجديا أن جلالته أشار إلى أولا تأمين القرقرات نحن نذكر بأنه كانت هناك قيامة ديبلوماسية من أجل الضغط على أن يعود الوضع إلى ما قبل 13 نومبر يوم أمنت القوات المسلحة الملكية المدفرة هذا المعبر وجاء قرار مجلس الأمن 26 سفر جوج ليؤكد ويرصب ما قام به المغرب ولم تكن هناك أدنى إشارة إلى العودة إلى ما قبل 13 نومبر وهذه مسألة حيوية بل هناك إقرار دولي اليوم مرسم عن طريق قرار ديلمجلس الأمن متفق عليه بنسبة صاحقة هناك أشار أيضا جلالة الملك إلى الاعتراف السياد للولايات المتحدة لكي يقول أن هذا الاعتراف متابت وأن أيضا جميع الضغوط التي مولست على الولايات المتحدة وعلى الإدارة الجديدة لم تؤدي إلى أي تنتيجة وهو بمعنى أن الولايات المتحدة أكدت انخراطها في هذا القرار السيدي وأنها ظلت دائما هي حاملة القلام وأنها أيضا هي التي تفاوضت عن هذا القرار مع الدول 15 أعضاء مجلس الأمن وبالتالي فهي ختمت هذا الاتسام بالدعوة صريحة إلى حل الحكم الدهس كحل واحد ووحيد وأشار إليه ممتلها في مجلس الأمن العنصر الثالث الذي أثبت أيضا السيادة المغربية الثانية وحسم الأمر هو هذه الاعترافات المتتالية التي أعطت بنية سياسية وقنصرية في الصحراء المغربية لهذا الاعتراف وختمها جلالة الملك بدعوة صريحة للشركاء المترددين لأن هناك قسط من الدول وكأن هناك دول التي تساند المغري في الحكم الداتي ورافعت حتى في الاجتماع الآخر من أجل الحكم الداتي إلى آخر لكنها لازلت تتردد في تلك الخطوة التي تقودها إلى الاعتراف وبفتح القنصرية والاعتراف بالسيادة وهناك مثلا مثل فرنسا مثل الدول أيضا من الشركاء الذين صار من الممكن ومن حق المغربي أن يدعوهم إلى تقدم الخطوة الأساسية كل هذا يعني يأتي ليثبت بأنه مسألة سيادة المغرب على الصحراء طويت بالشرعية الدولية وهنا في هذه بخصوص هذه السيادة التي طوية ملفها حسم جلالة الملك مجددا هذا الأمر وأسمع مجددا الموقف التابت الموقف الواضح للمملكة نحن لا نتفاوض على مغربية الصحراء إلى جلالة الملك أوضح في المقابل أسس وفلسفة انخراط المغرب في المسلسل الأممي في المسلسل السياسي من المؤكد أن الرسالة في التفاوض نحن لا نتفاوض على الأرض ولكن هناك إرادة وعقيدة سلمية لدى المغرب وهذه العقيدة السلمية هي التي جعلت جلالة الملك يؤكد على أننا نتناقش في الحل والحل يجب أن يكون سلميا عمليا وواقعيا من بوابة متعددة أولا تأكيد جلالة الملك على تشبوط المغرب بوقف إطلاق النار في الوقت الذي قام فيه الخصوم بإعلان صريح بأنهم ينتهكون وأنهم غير ملزمين به أيضا أنه مع مهام المبعوط الخاص ديمستورا في الوقت الذي أعلنت الأطراف الأخرى بأنها تنسحب من جلسات وأنها لا تدعو مقرار مجلس الأمن بمعنى أن جلالة الملك يقول في الأسلوب نحن دائما مع خيار سلمي مع التوافق السياسي في أفق واحد وواحد وهو الحكم الذاتي الذي يقرر بالسيادة المغربية وأيضا هنا كانت هناك رسالة واضحة وإن لم تذكر الجزائر بأنه هناك حصرية للميلف بين الأمم المتحدة لأنه كان هناك مجهود أيضا وإخراجه من الإطار الأممي وإدخال الاتحاد الإفريقي تارة عبر مجلس الأمن والسلام وتارة الاتحاد الأوروبي عن طريق واحد مجموعة من المناورات هنا أيضا كان هناك تأكيد على أن هناك طرف أساسي نزاع إقليمي يشمل الجزائر وهناك حصرية للأمم المتحدة في الحل